في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ تزوجت فلاحة بسيطة اسمها مبروكة خفاجي من فلاح بسيط كان يعمل بالأجرة واسمه إبراهيم عطا وبسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على زوجته قام بتطليقها رغم أنها كانت حاملا في الشهور الأخيرة وبعد الطلاق انتقلت مبروكة مع والدتها وأخيها إلى الإسكندرية وأنجبت ابنها علي إبراهيم وقررت أن تفعل كل ما بوسعها لتربيته وتعليمه على أحسن وجه ورغم أنه كان لدى هذه السيدة الأصيلة مئة سبب وسبب لتندب حظها وتشكو للناس وتكره كل الرجال وتقوم بتسريح طفلها ليبيع مناديل في الإشارات أو يتسول في الشارع إلا أنها لم تفعل أي من هذه الأشياء بل استعانت بالله عز وجل وتوكلت عليه وقامت ببيع الجبن في شوارع الإسكندرية وأدخلت ولدها علي مدرسة رأس التين الأميرية وبعد أن نجح علي وحصل على الابتدائية جاء والده إلى الإسكندرية ليأخذه ويقوم بتوظيفه بالشهادة الابتدائية لكن الأم كان حلمها أكبر بكثير من الوظيفة لذلك قامت بتهريبه من سطح بيتها إلى سطح البيت المجاور وهربت به إلى القاهرة وهناك أدخلته المدرسة الخيديوية في درب الجماميز وكلما أراد من حولها إحباطها بأنها لن تستطيع تحقيق حلمها كانت تبتسم بثقة كبيرة وتقول لهم من يستعم بالله ويحسن التوكل عليه يتحقق له المعجزات وكل ما أراد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولتحقيق أملها عملت لدى أسرة ثرية لتستطيع أن تنفق على تعليم ولدها وبالفعل تفوق علي في دراسته واستطاع دخول مدرسة الطب عام 1897 وتخرج منها عام 1901 وبعد 15 عاما مرض السلطان حسين كامل بالسرطان واحتار الأطباء في مرضه حتى اقترح العالم البيولوجي الدكتور عثمان غالب على السلطان اسم الدكتور علي إبراهيم فوافق السلطان على استدعائه وبفضل من الله استطاع الدكتور علي علاجه بعدما أجر له جراحة خطيرة وناجحة فقام السلطان بتعيينه جراحا استشاريا للحضرة العلية السلطانية وطبيبا خاصا للسلطان ومنحه رتبة الباكوية في عام 1922 ثم منحه الملك فؤاد الأول رتبة الباشوية وفي عام 1929 تم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم ليكون أول عميد مصري لكلية الطب بجامعة فؤاد الأول وفي عام 1940 تم تعيينه وزيرا للصحة وفي نفس العام أسس علي باشا نقابة الأطباء وأصبح أول نقيب للأطباء في تاريخها لقد استطاعت هذه الفلاحة الأمية المطلقة أن تحقق ما لا يستطيع تحقيقه أعظم الرجال استطاعت تحقيق هذا الحلم المستحيل باستعانتها بالله دائما في كل الأمور وكان الله دائما معها في قصة كفاحها التي تستحق أن نطلق عليها المعجزة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون طبيب ماهر في مهنته وعلى خلق ودين كان في نوبته في قسم الطوارئ وأدخل عليهم شاب في مقتبل العمر وهو في حالة يرثى لها أحضره أحد الشباب وقد أصيب في حادث السيارة ولكن الحالة كانت خطيرة جدا وبعد الكشف عليه ووضعه في العناية المركزة شاء الله أن يتوفى فقام الأطباء بالبحث في أوراقه ووجدوا رخصة القيادة التي حصلوا منها على رقم هاتف منزله وقام الطبيب بالاتصال على أهله على الفور ولما رد عليه أحد الرجال تبين له أنه والد الشاب فلم يقل له أن ابنك مات بل قال له أنت والد فلان إنه في مستشفى كذا وهو الآن في العناية المركزة ونسألك الحضور بسرعة أسرع الأب وكان شيخا تقيا ولما وصل إلى المستشفى كان في حالة من الحزن الشديد ويبكي بكاء يقطع قلوب الأطباء فلم يخبره بالوفاة خوفا عليه من الصدمة وأن يحدث له مكروه ولما اقترب منه الطبيب ليصبره قال له يا ولدي أنا لا أبكي لأن حالة ابني خطيرة وربما يتوفاه الله وإنما أبكي للحب الكبير بيني وبين خالقي لقد شرح الله صدري وأنا في الطريق إليك وأنا واثق كل الثقة بأن ولدي لن يموت وأقسم لك على هذا لقد رزقني الله هذا الإذن بعد صبر طويل جميل وبعد أن رزقني بسبع بنات قمت بتحفيظهن جميعا القرآن كاملة وكنت مع كل بنت أحمده وأشكره وأعيش لحظات سعادة لا وصف لجمالها وأيضا في كل مرة كنت أطلب منه أن يرزقني بالولد وعندما استجاب لي كان بيني وبينه علاقة لا أستطيع أن أصفها لك ومن حسن ظن به كنت على ثقة أن ولدي لن يموت في حياتي وهذا ما أشعر به الآن ثم عاود الأب البكاء بصوت منخفض وأخذ يردد الحمد لله فتألم الطبيب جدا لحالته ونظر لثقة الأب بربه وبأن ولده لن يموت في حياته دخل الطبيب ليتأكد من الوفاة ولم يقم الشيخ من مكانه ليدخل مع الطبيب ليطمئن على ابنه وعندما عاد الطبيب قال له الأب لا تقلق أيها الطبيب ولدي بخير وسيعود معنا لبيتنا بكى الطبيب وارتم في أحضان الأب وفجأة دخل عليهم شاب في الخامسة والعشرين من عمره وأسرع إلى الشيخ وأخذ يقبل يده ويعانقه وأخذ الشيخ يعانقه ورجله ترتأش والأطباء ينظرون إليهما متعجبين فقال لهم الشيخ وهو في حالة من الذهول والفرح هذا ابني هذا ابني تعجب الطبيب بعدما تأكد أن هذا الشاب هو بالفعل ابن الشيخ فسأل الطبيب الابن إذن من هذا الشاب الذي توفى؟ قال الابن إن الذي مات كان أحد أصدقائي وقد طلب مني رخصة القيادة الخاصة به لأن رخصته فقدت وهو مضطر إلى الذهاب لمكان ولا وقت لعمل الرخصة الجديدة وفي لحظة واحدة قال جميع الأطباء والحاضرون سبحان الله وتأكدوا من حسن ظن الشيخ بربه وثقته فيه وبالفعل عاد الشيخ لبيته ومعه ولده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أصحاب السبت كان سيدنا موسى عليه السلام قد أنبأ بني إسرائيل أن الله قد حرم عليهم العمل في يوم السبت وأمرهم فيه بالتفرغ للعبادة وترك التجارة والأعمال الدنيوية مثلما أمر الله المسلمين بتلبية نداء الصلاة يوم الجمعة وأن يسعوا إلى ذكر الله حتى تقضى صلاة الجمعة ثم يعودوا لأعمالهم وتوالت الأعوام وفي عصر داود عليه السلام انتشرت الذنوب بين أهالي إحدى القرى على شاطئ البحر وكان يعمل أهلها بصيد الأسماك فأراد الله أن يختبرهم ليميز بين من أطاعه وبين من عصاه حيث ضيق الله عليهم أرزاقهم وامتنعت الأسماك أن تأتي إلى شواطئ القرية طيلة أيام الأسبوع واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع أما يوم السبت فتقترب من السواحل والشواطئ وأعدادها هائلة وأنواعها جيدة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ويصبحون في اليوم التالي وهو يوم الأحد ليقوموا باستياد الأسماك فيجدون الأسماك قد غادرت الشواطئ إلى أعماق البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون انتبه أهل العلم والإيمان لهذا الابتلاء وعرفوه وأخبروا الناس أن هذا ابتلاء من الله بسبب ذنوبهم ولو أنهم صبروا عليه فإن الله سيرفع عنهم هذا الابتلاء وينال رضوانه فالثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا راجت في المجتمعات تموت البدع وتصلح الأحوال ويعيش المجتمع حياة طيبة اجتمع بعض أهالي القرية من بني إسرائيل وعزموا على شق القنوات وفتحها يوم السبت حتى تمترئ بالأسماك ثم يغلقون المنافذ في الليل ليصيدوها يوم الأحد ولما رأى العلماء وأهل الصلاح هذا الفعل والاحتيال ذهبوا إلى العصات المحتالين وأخذوا ينصحونهم ويحذرونهم ويبينون لهم أن هذا تحايل على حرمات الله فمن طبيعة بني إسرائيل اللجوء إلى الخداع والتحايل والالتواء أخذ هؤلاء المحتالون يسخرون من الآمرين لهم بالمعروف والناهين عن المنكر وهنا ظهرت مجموعة كانت لا تعصي الله ولكنها ترى المنكر ولا تنهى عنه وذهبت إلى العلماء والناصحين قائلين لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لماذا تتعبون أنفسكم بنصيحة أمثال هؤلاء فكان رد المؤمنين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي لنكون معذورين أمام الله عز وجل ولعل نصيحتنا لهم تجعلهم يفيقون من غفلتهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وجاء أمر الله وأنجى الله عز وجل الآمرين بالمعروف وأهلك العصاة بالعذاب الأليم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حل بالعصاة العذاب وحولهم الله إلى قردة عقابا لهم على معصيتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين